اشتركوا في القناة من الامطار الرعدية الضعيفة نحو سواحل الاجواء ستكون مشمسة لمغاشة جزئيا لكن بعد انقشاع الضباب خلال الصباح الباكر تقريبا نفس الاجواء بمنطقة الاوراس في انتظار ان تلتحق اليها الخلايا الرعدية خلال الليل اجواء مشمسة تماما من شمال السحراء لغاية اقصى الجنوب الحرارة خلال ليلة اليوم تتروح ما بين 5 الى 8 درجات على الهضاب العليا المناطق السحلية الوسطى وكذلك الشرقية بينما ترتفع بغليزان مقيسا بين 11 الى 12 درجة بالمناطق الجنوبية ستقرب الحرارة 8 درجات فقط خلال ليلة اليوم بغردايا 9 بالجنوب الشرقي 10 درجات ببشار 8 رأس ترتفع الى 14 بالسحراء الوسطى 17 نحو اقصى الجنوب اما عن الحرارة القسوى خلال ظاهرة الغاد تعرف بعض التراجع نحو السواحل الوسطى 18 درجة منتظرة بالعاصمة 19 بيتيزي وزو ببيجايا وعنبا 22 درجة بوهران 23 درجة بغليزان وتنمسان بالبيض لن تتعدى 17 درجة في حدود 22 درجة ببتنة 25 درجة منتظرة بشمال الصحراء 21 درجة ببشار 26 درجة بإنسالح ترتفع بأقصى الجنوب لتقارب 32 درجة فيما يخص البحر خلال يوم الغد سيكون جميل إلى قليل الاتراب بسواحل الوسطى والشرقية رياح ضعيفة غربا أما بسواحل الوسطى والشرقية ستصبح معتدلة خلال الظاهرة دمناتيرات غربية تماما عن بعض عواسم شمال قارة أمريكا أجواء غائمة خلال يوم الغد بموريال مع أربع درجات تحت الصفر نفس الأجواء بفونكوفير مع درجة واحدة زخات من الأمطار بنيويورك مع سبع درجات بعض الأمطار ضعيفة نحو واشنطن مع تسع درجات أمطار رعدية بدلاس مع ستة وعشرين درجة مئوية ومشمسة على باقي العواسم 13 درجة بكاليفورنيا وترتفع إلى 28 درجة بميامي أما عن وقت شروق الشمس ليوم الغد سيكون في حدود الساعة السابعة سباحا وثمانية وعشرون دقيقة طبعا التوقيت يناسب العاصمة وضوحيها والغروب سيكون بإذن الله في حدود الساعة السادسة مسان وخمسة وثلاثون دقيقة مشاهدين أشكركم على حس المتابعة وادمتم في رعاية الله وحفظه